نحن لحد الآن نجد أن نفرقهما بين كلمة تسريب ونشر تسريب هي عملية توزيع المواضيع قبل إجراء الامتحان هذا يعتبر تسريبا وهذا أؤكده هنا لمستمعين والتلاميذ والأولياء أن احتمالة سفر لا يمكن هناك كل الإجراءات تأخذت من طرف وزارة التربية الوطنية والأجهزة المعنية والوزارات الأخرى من أن تنجز المواضيع في ظروف عادية وفي سرية تامة وتصل في أمن إلى التلميذ يوم الامتحان إذن هذا التسريب مفروغ منه ما الآن النشر؟ هذا النشر هو عملية وضع هذه المواضيع في وسائل التواصل الاجتماعي هذا النشر يمكن أن يحدث لكن بعد نصف الوقت نحن التلميذ في مراكس الإجراء ممنوعين من إحضار سواءهم أو المؤطرين من إحضار الهواتف وبالتالي لا يمكن تصوير الموضوع ونشره هذا القانون المدى 253 تقول في حالة عملية نشر المواضيع أثناء الفترة من انطلاق الامتحان إلى نصف الوقت هذا يعرض إلى عقوبات وعقوبات تصل إلى السجن وغرامة مالية ننبه هنا أن أبنائنا التلميذ يتفادوا هذا المشكل وهذا لا يمكن أن يحدث احتمال ضعيف جدا لأن كل الإجراءات التنظيمية اتخذت لضمان سير الامتحانات في ظروف عادية جدا